خلنا نشوف السؤال التالي على موضوع الالكتريك فورس بحكيلي كيوان شحنة اولى قيمته خمسين مايكرو كولوم لوكيتد على الواي اكسز عند الاربعين سانتيمتر برسم الكوردينيت سيستم هذا الكوردينيت سيستم اربعين سانتيمتر يعني عند البوينت اربعة ميتر حطيت كيوان كيوان ناقص عشرين مايكرو میتر حطيتها بالاريجين هاي الاريجين حطيت في كيوان شو بحكيلي فاند داييركشن داييركشن طبعا كل المطاليب الماضية لما كنو حسب الفورس كان يطلب مني الماغنيتود لما يطلب مني داييركشن يعني بدو ثيتا وفذا توتا الاوليكترو ستاتيك فورس اني كيوان ثري حاطلي شحنة قيمتا ناقص خمسة مايكرو عند البوينت تري هاي هون حطيت كيو ثري باجي بقول هاي الشحنة المتأثرة عندي بدي أحسب الفورس عليها من كيو تو وأحسب الفورس عليها من كيو وان ومنهما أطلع الزاوية ثيتا ببلش بحسب بين ثلاث واثنين كي اللي هي تسعة بعشرة قوة تسعة كيو ثري اللي هي خمسة مايكرو كيو تو اللي هي عشرين مايكرو على المسافة بينهما فانا نحسبها هاي تسعة بعشرة قوة تسعة ضرب خمسة بعشرة قوة سالب ستة ضرب عشرين بعشرة قوة سالب ستة المسافة بينهما هاي بتطلع معي عشرة نيوتن هاي المتأثرة كيو ثري نيجاتيب وكيو تو نيجاتيب دو صير بينهما التنافر بده تروح لي على الموجب آي هات هاي بالنسبة لأول فورس حسا بدي أحسب الفورس بين ثلاث ووان أول إشي هاي المسافة بين ثلاث وواحد نتج عندي مثلث قائم الزاوية المسافة من هون لهون بوينت أربع والمسافة من هون لهون بوينت ثري حتى أحسب الوتر عفيثة غورس أو هو مثلث معروف ثلاث أربعة خمسة يعني بده تطلع بوينت فايف ميتر ببلش كي اللي هي تسعة بعشرة قوة تسعة كيو ثري اللي هي خمسة مايكرو كيو وان اللي هي خمسين مايكرو المسافة بينهما بوينت فايف سيكويرد بساوي تجيب الكالكوليتر تسعة بعشرة قوة تسعة ضرب خمسة بعشرة قوة سالب ستة ضرب خمسين بعشرة قوة سالب ستة على بوينت فايف سيكويرد هاي طلعت معي تسعة نيوتر عسا شو بدنا نحسب بنا نحسب الديريكشن لها انتبهم هاي هذول الشحنات عندي وترتيب هاي هاي كيو وان وهاي كيو ثري هاي عندي الكيو تو المسافة من هون لهون بوينت فور وهون بوينت ثري وهاي طلعت معنا بوينت فايف باستخدام فيه ثغرس عسا كيو ثري شحنة سالبة وكيو وان شحنة موجبة بدو صير بينهما تجاذب هذا ذكتور التجاذب هذا الفكتور لما بدأ عمله محصلة راح يكون الى مركب هون ومركب هون وهاي الزاوية بينهما هاي الزاوية لازم اوجدها هاي الزاوية لما بدي اوجدها خلنا نطبق مثلا ساين ثيتا ساين هو المقابل على الوتر فثيتا اللي بدور عليها هي عبارة عن ساين الانفرس للبوينت فور على البوينت فايف طبعا بتقدر يطبق الكوساين او التان نفس الاشي باجعل الكالكوليتر شفت ساين الانفرس بوينت فور اوبر بوينت فايف تطلع معي الزاوية ثلاث وخمسين تلات عشر درجة فهاي المركبة راح تطلع معي تسعة اللي هي القيمة طلعت معي الماغنيت يود ساين الثلاث وخمسين وثلاث عشر بالموجب جهات وهاي راح تطلع معي تسعة كوساين الثلاث وخمسين وثلاث عشر بس وين بالنغاتف اي هات باجي بجمع المركبات بوخض اف اكس نت وبوخض اف واي نت اف اكس نت شو عندي اجا عندي من الاف ثري تو بالموجب اي هات وهون عندي بالنغاتف اي هات فلازم اطرحهم يعني اف ثري تو ناقص اف ثري وان بال اكس والاف واي نت مفيش عندي لها مركبة واحدة اللي هي تسعة ساين الثلاث وخمسين ثلاثة عشر في الموجب جهة بعدين بقول اذا هو شو طالب مني اذا طلب منك الماغنيتيود بتقوله تحت الجذر اف اكس سكويرد بلس اف واي سكويرد لما يقول لي بده الديريكشن الديريكشن هو دائما تاني الانفرس لمركبة الواي سواء بحس فورس او واتسيفر على مركبة ال اكس دائما لما يطلب منك ثيتا هو بده تاني الانفرس لمحصلة الواي على ال اكس طبعا انا بسولف عن النت انتبه دائما بنسولف عن النت المحصلة النهاية وبالحالي هاي فوجد قيمة المحصلة للي طلبوا مني انا نشوف كمان سؤال احكي لي اذا علمت انه كيو وان خمسين مايكرو كولوم حطيتها على الواي على ثلاث سنتيمتر كيو تو سبع وسبعين مايكرو كولوم حطيتها على ال اكس بتساوي اربعة سنتيمتر وجد لي الاكسيلاريشن لالكترون على الارجن يعني عسبيل المثال لو بدنا ناخذ المستوى الديكالتي المستوى الديكالتي كيو وان حطيتها على الثلاث عاي كيو وان كيو تو حطيتها على الاربعة حطيتها على الارجن الاكسيلاريشن المعلومات اللي بتلزمني من الالكترون شحنته ناقص واحد وستة بعشر قوة سالب تسعة عشر وكتلته تسعة بوينت وان بعشر قوة سالب واحد وثلاثين كيلو جرام عني منتو بنعرف انه الاكسيلاريشن هو عبارة عن الفورس اوبر الماس فلازم اوجد محصلة القوة بين الالكترون والكيو تو طبعا الكيو تو عندي هون موجبة فراح يطلع عندي تجاذب بالموجب اي هات لازم احسب محصلة الالكترون مع الكيو ون اللي هي برضو موجبة رح تطلع معاي بالموجب جهة بعدين باخذ اف نت اللي هي تحت الجذر للأف ون سيكويرد بلس أف تو سيكويرد هاي الفورس بقسمها على الماس اللي هو الالكترون المعلوم عندي بطلع الاكسيلاريشن للالكترون اللي وضع في الأوريجن انا نجي على المثال هاد عندي شحنة كيو ون عندي شحنة كيو تو عندي كيو سمول حطيتن على رؤوس لمضلع المسافة من هون لهون اي اللي هي بتساوي لي ثلاث مليميتر المسافة من هون هون بي اللي بتمثلي أربعة مليميتر ومعطيني قيم الهن بدو محصلة القوة على كيو هذا زي السؤال اللي حلينا قبل شوي هاي ثلاث مليميتر وهاي أربعة مليميتر فلازم تكون محصلة الفكتور هون اللي هي خمس مليميتر اللي هو من خلال فيتا غورس الضلع هات تربيع بلس الضلع هات تربيع يساوي الوتر تربيع أول شغلة بحسب محصلة القوة بين كيو وكيو تو بعدين بحسب محصلة القوة بين كيو وكيو وان اللي هي رح تطلع معي فيكتور بالاتجاه وبحلله مثل ما أخذنا بعدين بجمع حدود الاكس والواي وبأخذ الأفنات بنجعل موضوع التالي اللي هو موضوع الالكتريك فيل طبعا لازم نعرف عن الالكتريك فيلد انه زي ما قلنا للشحنة اختبار صغيرة قانونه كيو اوبر عر سيكويرد ودائما نتذكر انه الفورس بتمثلي المجال الكهربائي مضروب في الشحنة أنا نشوف السؤال الأول طبعا اللي بيطبق على الالكتريك فورس بدون مشاكل الالكتريك فيلد نفس التطبيق شو بقول لي عندي شحنة أولة قيمتها 12 نانو كولوم وشحنة ثانية قيمتها 12 نانو كولوم وضعها على رؤوس مثلث متساوي الأضلع طول ضلعه 2 متر احسب لي الالكتريك فيلد عند الرأس الثالث مجيب اقول اوكي هذا مثلث متساوي الأضلع حطي التون كيوان حطي التون كيو تو وبحط تون النقطة بي اللي بحسب عندها الالكتريك فيلد بروح بحسب المجال من كيو تو بعدين بحسب المجال من كيو وان وباخذ المحصنة خلني أبلش بالمجال الثاني اللي هو بين النقطة بي وكيو تو كي اللي هي تسعة في عشر قوة تسعة كيو تو اللي هي 12 نانو كولوم 12 في عشر قوة سالب تسعة المسافة المسافة بينهما ضلع اثنين ما هي معروف المثلث ضلوع متساوية وزويا ستينات إذن على اثنين سكوير هاي النقطة دائما بوزيتيف وهي المتأثرة والكيو تو نيغاتف دو صير بينهما تجادب على النيغاتف آي هات بروح بحسب اللي هي كي تسعة بعشر قوة تسعة كيو ون اللي هي 12 في عشر قوة سالب تسعة المسافة واحدة اثنين سكوير هاي موجبة وهاي موجبة إذن بدو صير بينهما التنافر هذا مضلع التنافر الفيكتور هاد لو بدك تأخذ له سقاط رح يكون له سقاط على مركبة الاكسون وسقاط على مركبة الواي هاي الزاوية ثيتا هاي الزاوية هي عبارة عن نفس الزاوية بالمثلة الداخلة ثيتا اللي هي 60 لأنه متساوي الأضلع من خلال التشابه بالرأس فهاي عبارة عن 60 درجة فلو بدك تأخذ الاي وان اكس فبدأ تكون عندك اي وان كوساين الستين بالموجب اي هات لو بدك تأخذ الاي وان واي هي عبارة عن قيمة الاي وان في ساين الستين بس وين بالنيغاتف بجهات عسا شو بروح بأخذ بروح بأخذ الاي اكس نت وبرح بأخذ الاي واي نت عندي هون موجب اي هات نتج عندي من هون موجب اي هات ونتج من عندي هون سالب اي هات فبطرحن يعني بدك تكون عندي اي تو ناقص اي وان اكس طبعا متجاه الاكبر دائما والاي ما فيش عندي الا اي وان واي دائما بأخذ مجال المحصلة وتحت الجذر الاي اكس نت تربيع بلاس اي واي نت تربيع هاي بالنسبة لايجاد المجال الكهربائي للنقطة الثالثة لرأس مثلث متساوي الاطلاع انا نشوف السؤال هون بقولي شحن قيمتها 75 نانو كولوم لوكيتد عند الاكس ايكول اربعة متر وشحن قيمتها ناقص 8 نانو كولوم وضعتها بالارجن عند الزيرو ديانا حسب له الالكترك فيلد عند الواي ايكول ثلاث هاذا الكوردينيات سيستم هاي الاربعة متر حطيت عليها كيو كابيتل وهاي الزيرو حطيت عليها الكيو بدي انا احسب له الالكترك فيلد عند الثلاث متر هاي النقطة بي اللي هي شحنة الاختبار الصغيرة الموجبة باجي بقول هاي لما اجي بدي احسب من هون بدي تعطيني اي وان اللي هي عبارة كيو سمول على ثلاث سكورد هاي موجبة وهاي سالبة اذا بالنيكاتف جيهات باجي بحسب اي تو اللي هي بين النقطة بي وكيو المسافة من هون لهون ثلاث المسافة من هون لهون اربعة اذا الوتر خمس متر لابدو كون عندي كيو كابيتل على خمسة سكورد هاي النقطة موجبة وكيو موجبة اذا بدو اصيل تنافر بهذا الاتجاه هاذا لما تيجي بالدكتور اخذ له مركبة المحصلة فبديطلع عنده مركبة هون ومركبة هون وهاي الزاوية بنوجدها بعدين بكمل على يعني كله نفس التطبيق شو ما كنت بتشتغل سواء على الالكترق فورس او الالكترق فيلد بالحالتين نفس التطبيق بنجي لموضوع اني احسب الموشن لتشارج بارتيكل ثرو يونيفورم الالكترق فيلد يعني بدي اوجد بدي اوجد سواء السرعة النهائية او السرعة الابتدائية او الدلتا اكس لشحنة تتحرك داخل مجال كهربائي منتظم طبعا لازم تعرفه في التطبيق التالي لما اطبق على يعطيني مجال كهربائي او يعطيني الشحنات حتى اوجد المطلوب في مجال كهربائي منتظم وطبق قوانين الحركة فالاشارة السالبة تعوض الاشارة السالبة تعوض خلنا نشوف شلون بحكي لي عندي كتلة قيمتها 4 جرام هاي بو اخذها 4 ب 10 قوة سالب 3 كيلو جرام كيو 80 ميلي كولوم يعني 80 ب 10 قوة سالب 3 كولوم وقول لي دخل a region of electric field uniform قيمته ناقص 2.5 نيوتن لكل كولوم يعني هي كاتجاه الالكترق فيل منتظم وقيمته ناقص 2.5 نيوتن في الكولوم اذا علمت انه سرعته عند time equal 0 لما يعطيني السرعة عند time equal 0 يقصد فيها V1 باتجاه ال X تساوي 80 ميتر بير سكند وجد لي سرعته عند T equal 2 سكند طبق على قانون الحركة الاول V2 ساوي لي V1 plus AT V2 المطلوب V1 given و time given اذا ما يصف يبدي الأكسلاريشن الأكسلاريشن اخذناها باول اشي شرحناه بالشابتر لما يعطيني الالكترق فيلد هو EQ على الماس الاي ناقص 2.5 والكيو 80 ب 10 قوة سالب 3 والماس عندي 4 ب 10 قوة سالب 3 طلعت الأكسلاريشن وانتبه اني عودت الاشارة السالبة بعوضه هون فبطلع قيمة هنشوف السؤال اللي بعده كتلة 5 جرام بحولها للكيلو جرام 50 ب 10 قوة سالب 3 كيلو جرام قيمة الشحنة 40 ميلي كولوم بحولها للكولوم في 10 قوة سالب 3 كولوم يعني دخل مجال كهربائي منتظم قيمته ناقص 5.5 نيوتن لكل كولوم في الاكس نفس الاشي هذا هيك اتجاهها اذا علمت انه الاكس نوت ايكوال زيرو والسرعة الابتدائية 50 متر بر سكند وجد للدستانس عن تي ايكوال 2 سكند منتاز دستانس تعوض حسب القانون دلتا اكس بتساوي V1T بلاس نص AT سكورد دلتا اكس هي عبارة عن اكس المطلوبة مني ناقص اكس نوت V1 خمسين التايم 2 بلاس نص الأكسيلاريشن هو عبارة عن E اللي هي نيجاتيب 5.5 في Q اللي هي 40 ب 10 قوة ناقص 3 على الماس اللي هي 5 في 10 قوة سالب 3 ضرب الTIME سكورد الTIME المعطيني اياها 2 2 سكورد 4 هاي 0 لانه اعطاني اياها الـ X نوت 0 ومنها بطلع الديستانس المطلوب مني حسابه شوف المثال التالي كثير مهم هذا المثال معطيني شحنة قيمتة 4 ميلي كولوم يعني 4 ب 10 قوة سالب 3 كولوم كتلتة 50 جرام يعني 50 ب 10 قوة سالب 3 كيلو جرام اذا علمت انه سرعته الـ 25 ميتر بير ساكن جاهزة بالـ X direction اعطاني الـ الـ 25 ميتر بير ساكن بحكيلي دخلنا مجال كهربائي باتجاه الـ Y positive يعني هيك قيمته 60 نوتن لكل كولوم وجد لي الـ speed للـ particles at T equal 5 seconds منتاز حسابي مع انه المجال في الـ Y فبقدر اقول V2Y بتساوي لي V1Y plus AY في T ما اعطانيش اي معلومة عن السرعة الابتدائية اذا هي 0 AY اذا V2Y بتساوي لي E في الـ Y ضرب Q على M مضربة في الـ Time اللي طلبوا مني عند الـ 5 EY معي يعني بدأ تساوي لي 60 والشحنة معي 4 ب 10 قوة سالب 3 والـ Time given وكتلته 50 ب 10 قوة سالب 3 اذا وجدت سرعته في الـ Y هو شو طالب مني طلب مني الـ Speed الـ Speed صار عندي سرعة في الـ Y وسرعة في الـ X اذا هي تحت الجذر VX squared plus VY squared فهاي اللي طلعت معي هون الـ VY plus VX الجاهزة اللي هي 25 متر بير سكند منها بطلع مركبة الـ Speed هلنشوف المثال التالي اخر مثال معطيني كرة هاي الكرة اللي قد في حبل هذا الحبل يتعرض لمجال كهرباء منتظم باتجاه الـ X positive X اذا علمت انه قيمة الـ X 10 قوة 3 نيوتن لكل كولوم يعني قيمته 1000 واذا علمت انه الكتلة 1 جرام هذا كتلة 1 جرام وشحنته 1 في 10 قوة سالب 6 وجد للزاوية ثيتا اللي بتعملي هاي الكرة في الإكوليبريام خلنا نشوف كيف اول اشي بدي اعمله بدي اعمل Free Body Diagram للجسم بدي احلل القوة الموجودة عليه ولا انساش انه الإكوليبريام الإكوليبريام يعني Summation of X equal 0 Summation of Y equal 0 خلنا نحل القوة هاي الكرة عندها لتحت Weight الـ Weight هو عبارة عن الماس في تسارع الجاذبية الارضية عندها بالحبل Tension هذا التنشن اذا بدي احلله رح يكون له مركب هون ومركب هون هاي الزاوية ثيتا هي نفس هاي الزاوية في التبادل ثيتا وعنده بالجهة هون Force اللي هي قلنا عنها E في Q ولو جينا اخذنا Summation Fx equal 0 عنده قوة في الـ X عنده EQ هاي بالبوزيتف وعنده هون negative T في ساين ثيتا لانه الزاوية هون جاي مع الـ Y فوين ما بتيجي بتاخد كوسين هذا equal 0 فاول معادلة EQ رح تساوي T tension في ساين ثيتا هاي اول معادلة بعدين بأخذ Summation Fy equal 0 عنده بالـ Y لفوق T كوسين ثيتا وعنده وعنده لتحت الـ Y وعنده لتحت الـ Y اللي هو M G وهذا يساوي 0 إذن الـ M G بتساوي لي T كوسين ثيتا وهاي المعادلة الثانية بقسم المعادلة الأولى على المعادلة الثانية tension نفسه بالغبابة sin على كوسين 10 ثيتا ساوي لي EQ على M G فالزاوية ثيتا هي عبارة عن 10 للمجال اللي هو 1000 في الشحن اللي معطيني إياها واحد مايكرو في الماس واحد كيلو جرام في تسارع الجاذبية اللي هو 9.81 ومنها بطلع الزاوية ثيتا هذه بالنسبة لأول مواضيع في حساب الالكترق فورس وحساب المجال الكهربائي وحساب حركة داخل المجال الكهربائي منتظم